أخوي الغالي شونك شون صحتك شغضا بخير أتمنى تكون بصحة وسلامة وأنا أشكرك طبعاً على الفيديوهات اللي تنزلها وأنت مكفي موفي بالأجوبة ومالتها خيئي بس ردت أعرف شغلة أنت الأسئلة كلها موفي يعني بيها وماكو داعي أعيد عليك هيد سؤال بس ردت أعرف أنه كلفل عشرين ألف دولار تكفيني لمدة سنتين يعني تغطى على إيجاري على تكاليفي على أكل وشربي على إقصادي يعني مع ذلك إذا أنا أقدر أشتغل هناك يعني هيد شي فأكون ممنون من عندك إذا نطيتني جواب مختصر راح أقارن على أساس المعطيات اللي قطيتنيها إنهو عشرين ألف يورو فبالاعتماد على هذا الكلام بالاعتماد على هذا الكلام بالاعتماد على هذا معيشة اقتصادية تحتاج موسيقى 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 اشتركوا في القناة الآن شرحت آلاف الفيديوهات كيف تحصل على فرص عمل وشون تحصل على وظيفة أول ما توصل لإيطاليا طبعا إيطاليا كانت مصعبة الأمور جدا على الأجانب الطلاب اللي يجون يدرسوني لإيطاليا من أي ناحية مصعبتها؟ مصعبتها أنه جابرتهم أنه إذا دخلوا إيطاليا عن طريق فيزا دراسية ما مسموح لهم يحولون الفيزا الدراسية إلى إقامة عمل لأن أنت عنا مو تكون قادر تشتغل بدوام كامل 40 ساعة بالأسبوع في حالة رد العمل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد فترة تواجدك في ايطاليا لمدة خمسة سنين سوف تقدم على اقامة الاقامة الدائمية بمعنى انك سوف تحصل على اقامة طويلة المدة وسوف تصبح مطمئن من سكنك وتواجدك في ايطاليا ان اقامتك دائمية في السابق كان صعب جدا ان تفعل هذه الخطوة وهي تحويل اقامة دراسية الى اقامة عمل وانت ما زلت طالب ولم تتخرج الان تم تسهيل هذا الامر تستطيع تستطيع تحويل اقامتك من اقامة طالب الى اقامة عمل وانت ما زلت اقامة طالب انكم اتحويل ان تتحويل ان اقامة طالب اتحويل ان اقامة طالب وانتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى تركها في التعليقات وأتمنى أن أجيبك عليها في أسرع وقت إلى اللقاء